مع كل الألعاب الضخمة المتوقعين نزولها في 2023 في لعبة صغيرة لفتت انتباهي صراحة وهي لعبة Wanted Dead لعبة من ستوديو سولية اللي هو يتكون من مطورين سابقين اشتغلوا على ألعاب نينجا غايدن بالإضافة لألعاب القتال Dead or Alive الجمعة هدول وعدين أن هذه اللعبة راح تكون على عيار AAA من الألعاب راح يعطونا فيها نمط ألعاب نينجا غايدن بس هالمرة ما راح تكون على زمن الـ Xbox 360 أو PlayStation 3 بينما راح تكون على جيل الأجهزة الحديثة من الـ Consoles في هذا الفيديو إن شاء الله راح أشارككم في عشرة من المعلومات الأساسية المتعلقة في هاي اللعبة اللي مبدئيا بتهمك في حال إذا أنت كنت ناوي أنك تشري هاي اللعبة أو كان عندك فضول اتجاهها فاختصارا لمدة الفيديو خلينا نبلش بسم الله معلومة الأولى متعلقة في القصة اللي طبعا أحداثها تقع في مدينة هونغ كونغ نشوف إحنا مبدئيا نلعب من فرقة خاصة من الشرطة اسمها زومبي يونت بقيادة لوتينت هانا ستون اللي هي البطل اللي احنا منلعب فيها نشوف فهاي الفرقة مكلفة إنها تطارد وتسعى أنها تكشف نوع من أنواع الفساد والمؤامرات الموجود ضمن هاي المنظمات اللي راح توخدنا طبعا لأنه نستكشف بالنهاية إيش هاي الشغلات اللي بتصير في الخلفية من العالم الصناعي اللي طبعا بيكون أحداثه في عالم مبني على طريقة السايبر بنك يعني راح نشوف إنه الزمن متطور ومتقدم لصار فيه اعتماد كتير كبير على الرجال الآليين راح تشوف مواجهات حتى تضعك مع رجال الآليين بشكل أو بآخر فهاي اللعبة راح تعطينا نمط ألعاب راح يكون مبني على زمن كتير مستقبلي يقع ضمن عالم السايبر بنك المعلومة الثانية وهي متعلقة في القتال اللي بما إنه هاي اللعبة من مطورين اشتغلوا على ألعاب نينجا جايدن فرح تشوف مبدئيا نفس نمط القتال اللي تتعودنا عليه في هذه الألعاب في نمط قتال هاكن سلاش تقليدي بشكل أو بآخر راح تشوف كل الشغلات اللي انت كنت تحبها في ألعاب نينجا جايدن هالمرة راح تكون لسه أحلى وأجمل طبعا مع كل التحسينات على الرسوم والأداء اللي راح نشوفه في هاي اللعبة راح تشوف قتال جدا عنيف بحيث أنك انت تكون قادر أنك تتقطع كل هدول الجنود والبشر اللي انت راح تواجههم في معارك اللعبة المختلفة مبدئيا ما راح تكون حرية الحركة فيها شبيها في ألعاب نينجا جايدن ما راح تشوف غرابلينغ هوكس ما راح تكون قادر أنك تطنط حيطان ما راح تكون عندك مغدرة على أنك تتعمل دابل جامبين مبدئيا نحكي في مراحل اللعبة الأولية لقدام شوي الله أعلم إذا هاي القدرات راح تكون متاحة لإلك ولا لا بس نمط القتال اللي فيها راح يكون نوعا ما تقليدي بشكل أنه ما راح تكون كل تعقيدات الحركة اللي كنت تشوفها في ألعاب نينجا جايدن موجودة فيها بس طبعا راح تكون هانا عندها مقدرة على أنها تعمل بلوكينغ وباريينغ وقدرة الداش برضو عشان بالنهاية تكون قادر على أنها تعمل كاونتر لكل الهجمات اللي الأعداء راح يهجموا عليها فيها المعلومة الثالثة وهي متعلقة في إضافة كتير جميلة من هدول المطورين اللي اضافوا نمط قتال راح يكون مبني على منظور الثالث الثيرت بيرسون اللي بنشوف فيها صديقتنا هانا قادرة على أنها تستعمل أسلحتها ورشاشاتها المختلفة عشان يتواجه الأعداء والجنود والشخصيات المختلفة اللي راح نشوفهم في مراحل اللعبة المختلفة فبنشوف هانا قادرة على أن تتحول للثيرت بيرسون ترفع أسلحتها وتستعملها وتطلق النار على كل هدول الشخصيات اللي راح تواجههم طبعا الأسلحة اللي راح تقدر تستعملها هي عبارة عن رشاشات قادفات قنابل أسلحة ممكن تكون Light Machine Guns أو Sub Machine Guns بالإضافة إلى Shotguns باختلاف أنواعها المعلوم الرابعة وهي تكملة على النقطة اللي قبلها إنه مبدئيا صح راح اللعبة تسمح لك إنك إنت تطلق النار باستعمال الرشاشات وال Shotguns وقادفات القنابل وكل هاي الشغلات اللي يمكن بالنسبة لللاعبين تعتبر ممتعة وجميلة بس بالنهاية راح يكون نقطتك وتركيزك هو باستعمال الأسلحة اليدوية الميلك كومبتز وخصوصا الكتانة أو السيف اللي راح تستعمله صديقتنا هنا في معاركها لأنه بالنهاية راح تشوف إنه أغلب الجنود والأعداء سواء كانوا بني أدمين أو رجال آليين راح يحاولوا دايما إنهم يهجموا عليك على موقعك وإنت متخبب تطلق النار عليهم فمشان هيك شو ما كنت انت شاطر باستعمال الرشاش بالنهاية راح تتحول لاستعمال السيف اللي طبعا راح يكون وسيتك الأساسية في الدفاع عن حالك وقتلك للأعداء برضو اللعبة راح يكون فيها استعمال لمطارق السلج هامر المطرقة الحديدية الكبيرة بالإضافة أنه راح يكون في سلاحة تشينسو أو نحكي المنشار الكهرباء اللي برضو أنت بتقدر تستعمله والله أعلم إذا راح يكون فيه لسه أسلحة تانية راح تكون موجود باللعبة لأنه مبدئيا من الأتشيفانز اللي كانت طالعا عن هاي اللعبة بتوحي إنه مبدئيا راح يكون فيه استعمال لأسلحة يدوية غير عن استعمال الكتانة المعلوم الخامسة ومبدئيا بما أنه اللعبة عم تسمح لك إنك تستعمل أسلحة ورشاشات برضو المطورين مراعين شغلين نحنا كناعبين من حب نعمل كاستمايزيشن لأسلحتنا ونعمل لهم تغيير من ناحية الألوان وتصاميمهم المختلفة في هاي اللعبة نفس الإشي المطورين عم بلعبوا على هذا الوتر والآن معطينا برضو إضافة جميلة فيها إنه مبدئيا في هاي اللعبة راح تكون قادر أنك أنت تعمل كاستمايزيشن لكل الأسلحة والرشاشات اللي أنت راح تستعملهم في قتالك ومواجهاتك في مراحل اللعبة المختلفة راح تكون قادر أنك أنت تغير الإكوبيمتز والقاجتز اللي موجودة فيهم بالإضافة إلى تغيير ألوانهم والسكنز والشغلات اللي مختلفة اللي مبدئيا طبعا كل واحدة من هدول الكاستمايزيشن والإكوبيمتز اللي أنت راح تضيفها ممكن ديرتد عليها بأنها تحسن أداءه لهذا الرشاش من ناحية ممكن الريكويل وسرعة الريلودين أو حتى الدمج أو قدرته على أنه يخترق الدروع فرح تشوف مبدئيا كل الشغلات اللي احنا منحبها مثلا في ألعاب كورف ديوتي أو باتلفيلد راح تكون برضو موجودة في هاي اللعبة أي نعم راح تكون على مستوى أبسط يعني ما راح تكون الكاستمايزيشن فيها كتير عالية في نمط العنف الرائع اللي ما نشوفه في هاي اللعبة فرح نشوف صديقتنا هنا قادرة على أنها تقتل هدول الأعداء باستعمال الفينيشز بحركات كتير جميلة مبدئيا المطورين حاكيين أنه في تقريبا خمسين حركة نهائية تقضي فيها هنا على الجنود بطريقة جدا جميلة راح نشوف استعمال لمسدسات وقرصاص على رأس الجنود أو باستعمال السيف تقطع أعضاءهم أو ممكن حتى تضربهم بالشكوش هذا المطرقة الحديدية الكبيرة فمبدئيا المطورين حاكيين أنه راح يكون فيه تقريبا خمسين حركة تغطي فيها هنا على الأعداء وحاكيين برضو أنه ممكن فيه إضافات مستقبلية أنه لسه يرفع هذا العدد أكبر وأكبر وهذا إيشي راح يكون يخليك أنك تستمتع فعليا في مواجهتك لهدول الأعداء وقضاءك عليهم المعلوم السابع المتعلقة في هاي اللعبة وطبعا فيه مهام اللعبة المختلفة اللي احنا راح نواجه فيها الأعداء المختلفين برضو راح نشوف بالنهاية كل عملية قط اللي احنا بنسويها بترتد علينا بإكس بي اللي يحول بالنهاية على أنه سكل بوينت اللي بنقدر احنا بنصرفها في تطوير قدراتها لهانر فراح نشوف قدرات اللقاء من الناحية الهجومية راح نشوف قدرات متعلقة في ناحية دفاعية بالإضافة راح نشوف في قدرات متعددة استعمال أو اليوتيلتي راح نشوف مثلا مبدئيا من ناحية الأوفنسف أو اللي هي اللي نحكي القدرات الهجومية رح نشوف شغلة اسمها البولت تايم اللي بالنهاية بيستعمال كبسات معينة مع نحتلاء مثلا المؤشر تبع الإدرانالين في هاي اللعبة نشوف هذا قادر على انها تطلق نحكي طلقات رصاصة كتير قوية على الأعداء عشان تخدي عليهم بالإضافة من رح يكون في قدرات تانية تسمح لها انها تتحرك بشكل لسه أسرع عشان توصل للأعداء بشكل ووقت أقل وبالتالي انها تخدي عليهم بسرعة أكبر رح نشوف قدرات مبدئيا متنوعة ما بين زي ما حكيت قدرات هجومية وقدرات دفاعية وقدرات ممكن تكون على مبدأ أو المعدات اللي بتستعملهم صديقتنا هنا بمهام اللعبة المختلفة المعلومة الثامنة المتعلقة في هاي اللعبة مبدئيا بين كل مهمة ومهمة انت رح تلعبها رح تشوف ان هاي أعضاء هاي الفرق مبدئيا بروحوا بيعملوا راحة بيستريحوا بيستجموا عشان يخففوا كل ضغوط العمل اللي بتعرضوا لها فرح تشوف ان اللعبة رح تسمح لكنك تلعب مثل ألعاب الصغيرة اللي موجودة جو هاي اللعبة الميني جيمز اللي رح تشوف مبدئيا هنا بتتنافس مع زملائها على انه مين عنده مقدرة نيويوكل أكتر من التاني أو ممكن انك انت تروح تغني كاريوكي أو حتى انك انت تلعب لعبة أركيد موجودة برضو في هاي اللعبة فرح تشوف نحكي الألعاب صغيرة موجودة جوه اللعبة الأكبر اللي رح برضو يكسر الروتين اللي موجود في هاي اللعبة رح يكون برضو إضافة جدا جميلة المعلوم التاسع المتعلق في هاي اللعبة وهو على موضوع مدة اللعب هلأ مبدئيا فيه سؤال كان موجه لهدول المطورين من خلال واحدة من المقابلات بسألوهم قديش ممكن هاي اللعبة فعليا تكون مدة اللعب أو الجيم بلاي تايم تابعنا فمبدئيا هم رادين انه هاي اللعبة رح تكون صغيرة يعني ما رح تكون تعطيك مئات الساعات من اللعب يعني هم ما حددوا فعليا عدد الساعات بس على الحكي تابعهم اللي حكوه انا باتوقع انه هاي اللعبة رح تكون يمكن من خمسة الى عشر ساعات على حد اقصى اتوقع ما رح تكون اكثر من هيك معلوم العشرة متعلقة في هاي اللعبة وللأسف لكل واحد كان متوقع انه هاي اللعبة ممكن انها تسمح له انه يلعب هو وصاحبه فيها مبدئيا هاي اللعبة اكدوا المطورين انه هذا الحكي ما رح يكون موجود هاي اللعبة رح يكون تركيزه فقط على طور قصة انفرادي تلعبها لحالك من اولها لاخرها بدون انك انت تقدر تلعبها مع صاحبك او اصحابك في نمط الكوب او افي اي نوع من انواع نحكي المودز اللي ممكن تكون ملتيبلاير او ممكن تكون تنافسية فاللعبة هاي تركيزه فقط سينجبلاير بدون وجود اي عناصر الملتيبلاير شو ما كان فمشان هيك صراحة هذا الاشي اللي ممكن تكون صدم بعض اللعبين خصوصا انه كانوا متوقعين يكون فيها جزء شبيه من العاب نينجا قايدن اللي كانت تسمح لك انك انت تنزل انت وصاحبك في مهام اللعبة المختلفة تساعدوا بعض وتتعاونوا مع بعض وحتى تلعبوا في وضع تنافسي مبدئيا ضد بعض من ناحية القتال والشغلات اللي نحكي الممكن تعملها في اللعبة هذا للأسف ما رح يكون موجود في هاي اللعبة هدول هم المعلومات العشرة المتعلقين في لعبة وانت الدد اللعبة رح نشوف نزولها ان شاء الله يوم 14 اتنين على خير وسلامة رح طبعا تنزل على كل الاجهزة من الكونسول سواء كان القديم او الحديث رح تنزل على الاكس بوكس وان وبلاي ستيشن فور والاكس بو سير اس اكس و اس بالاضافة بلاي ستيشن فايف واكيد رح تنزل على الكمبيوتر رح يكون سعرها وقت النزول هو 60 دولار فبتمنى في نهاية هذا الفيديو نكون عجبكم في حل لو عجبكم بتمنى تضغطوا على زر اللايك هايه الطريق الوحيد اللي تساعدوني فيه انه هذا الفيديو وصل لمزيد من المشاهدين واذا انت كنت مشاهد جديد لأول مرة بتشوف قناتي بتمنى تضغط على زر الاشتراك اهلا وسهلا فيكم بتشوفكم في فيديو محتوى اخر بتمنى لكم كل خير وسعادة والسلام عليكم